إذا ولا مرة مجربين الكوسة المحشة برغل وخضرة صدقوني راح عليكم كتير أكل بسيطة نباتية اقتصادية وكتير طيبة دايما بتتاكل بصيفية لما الواحد ما يكون له نفس على اللحمة والجاش طعا نحضرها سوا راح نبلش أول شي بتجهيز الحشوة وكأنه عم نحضر للتبولة بس راح نفرم الخضرة فرمة خشنة مش ناعمة باقتين باقدونس حبتين بصل كبار نص باقة من النعنع وباقة من البصل الأخضر وثلاث أربع حبات من البندولة منضيف عليهم كباية واحدة من البرغل الأصمر للخشن اللي ميكون أكيد مغسلينه ونرجع منضيف عليهم عصير حامضة أو ليمونة كاملة ورح نرجع نضيف كمان زيت الزيتون 3-4 ملاعق كبار وشي معلقتان كبار من دبس الرمان وآخر شي رشة ملح وبنخطن كلهم سوا كتير منيح وبتصير الحشوة بتاعتنا جاهزة منخليها على جنب ترتاح شوي لحتى نكون أورنا الكوسيات اللي عنا وهادي الأكلة بتحب الكوسة يكون كبير كلما كانت الكوسية أكوي كلما سطلع طعمتها أطيب وكلما أكيد بيكون الحشوة تباعة أسهل عنا تقريبا شي 2 كيلو من الكوسة مننظفهم ومنقورهم كدير منيح ورح نحشيهم لفوق فوق على عكس ما بنعمل بالمحشي اللي بيكون بقلبه لحمة ورز منترك ربع الكوسية فاضي لأ بهدي الحشو رح نحشي لفوق فوق وما تعتقدوا هم ما رح تفزر ونصف الكوسات بقلب طنجرة تكون على قدهم ومنوقفهم وقوف ما منيمهم حتى ما تطلع الحشوة منهم لبره بس نبلش نطبخهم وعلى جنب بقلب صحة رح نخلط في معلقتان كبار من معجون الطماطن شوية زيت عصير حامضة رشة من الملح رشة من الفلفل الأسود ومعها الأصغيرة أو معها الأكبيرة من دبس الرمان وكباية من المي رح نخلطهم كلهم سوا كدير منيح وهيدي رح تكون الزوم أو رح تكون السوس لهيدي الأكلة ونجع ونصبهم فوق الطنجرة ونوزعهم ونشرب الكوسات فيهم ورح نضيف كمان بقلب الطنجرة حبة واحدة من التوم وكم عرق من النعنعة الأخضر هول منحطهم ونرجع ونشيلهم آخر شي بس نخلص طبخ بيعدوا طعمة غير شكل منغطي الطنجرة ومنحطها على الغاز على نار هادية وشوفوا كيف بلشت تغلى ورح نطبخهم تقريبا مدة شي نصف ساعة مكسيمم الكوسة أصلا ضغري بيستوي بسرعة وبس يستوي ويتغير لون الكوسة من طف النار تحتها وبتكون أكلتنا صارت جاهزة عن جد طعمتها كتير طيبة وبعد القطيب أن تتاكلتين نهار بس تبرد طلوها من البرد وكلوها هي وباردة غير شكل وأنا بحب أكل حدها وبأجمالا كل شي بباندورة بحب أكل حده لبن زبادي كمان طعم تطلع كتير طيبة خبروني إذا كنتوا بتعرفوها ومجربينها من قبل وإذا ما بتعرفوها لازم بتجربوها وتعطوني رأيكم فيها وصحتين وألف عافية على قلبكم جميعا